جهاز حرس المنشآت النفطية الليبية بقيادة إبراهيم الجذران يطالب المجتمع الدولي بتوفير حماية للمدنيين في منطقة الهلال النفطي وفي شرق البلاد وجنوبها بشكل عام من انتهاكات مجرم الحرب حفتر العاملون في الجهاز قالوا في بيان لهم إن قوات حفتر عقب سيطرتها على الهلال النفطي هجرتهم من مناطقهم وعرضت بعضهم للاعتقال التعسفي والإخفاء القصري وأوضحوا أن هدفهم الآن هو العودة إلى ديارهم بسلام وأضف البيان أن المنشآت النفطية الواقعة تحت سيطرتهم مفتوحة أمام المؤسسة الوطنية للنفط كي تمارس عملها يأتي ذلك بعد إعلان الجذران أن قواته أحكمت سيطرتها على ميناء السدرة وراز لانوف الذين يعدان من أهم موانئ تصدير النفط في ليبيا وسبق له أن سيطر على الموانئ النفطية لعدة سنوات قبل أن يفقد السيطرة عليها في سبتمبر 2016 هذا وقد شنت ميليشات الكرامة في مدينتي جدابيا والبريغا حملة لاعتقال أنصار الجذران وأعلنت المؤسسة الليبية للنفط إجلاء العاملين في ميناء راس لانوف السدرة حفاظا على سلامتهم وقدرت المؤسسة حجم الخسائر بأكثر من 240 ألف برميل من النفط مشيرة إلى تأجيل دخول ناقلة نفط كان من المفترض أن تصل إلى ميناء السدرة وفي بيان لها طالبت المؤسسة قوات براهيم الجذران ومن معه بالخروج الفوري المباشر دون أي قيد أو شرط لتفادي كارثة بيئية ودمار للبنية التحتية داعية جميع الجهات إلى عدم استخدام قطاع النفط في اللعبة السياسية معتبرة أن المنشآت النفطية هي ملك للشعب وتمثل قوت ومستقبل الليبيين من جهته أعلن فريق الطوارئ بالهلال الأحمر الليبي في الأجدابية استلام 17 من أفراد ميليشيات الكرامة كانوا محتجزين في راس لنوف لدى قوات حرس المنشآت النفطية في رعى المنطقة الوسطى